كابتن شريف فرحة حلوة اه طبعا طبعا يعني الرسوس محمد فراج بيتكلم من قلبه تحسه من جوه الكيان الراجل عمال يتكلم بدرجة انه عمال ماشي في الشارع هو وزوجته عمال يتفرج على التليفون على المباراة عشان ما فيش حاجة تفوته يعني فهو واحد مننا واحد زينا يعني واحد من عشاق الدرجة الثالثة للنادي الاهلي وجميل النادي الاهلي انت عارف النادي الاهلي هو سامة في كل مكان وفي كل بيت وفي اي وقت مش هتقدر تستغنى عنه يعني فده حتة مننا واحنا كلنا كده يعني احنا تربينا دايما النادي الاهلي ده اه اتحس احنا عاملين زي البيت كبير احنا احنا بيت وهي لسر كوة النادي الاهلي لذبط احنا كلنا قفلين على بعض كابتن محمود الخطيف في برامجو اللي انت خابي لما اطلق قالك عائلة الاهلي ده حقيقي ده حقيقي وده يعني انسب كلمة تتقال على الوضع بتاعنا دلوقتي كان عندك شك ان الاهلي ممكن يعني ما يرجعش بالبطولة لا لا خالص بالعكس يمكن الحمد لله اه ناس كلها كانت متخوفة انا مش قليقني حاجة انا بس كان كل ما خوفنا من الاجواء خارج الملعب خلاص وطبعا لما يحصل حاجة من الظلم التحكيمة او كده معين خلي بقى لك عسيما الجنة اللي جي الكرة كمان مش فاول يعني الكرة كمان بتاع تعالي ما عمللول اللي احرزوا منها الهدف الاول دي ما فيهاش اي حاجة خالص حقيقا خالص الراجل قطع الكرة وفي اتجاهه واخدها ورايح قال لك في اول طبعا دي كلها كان خطأ من الحكم كنا احنا نخاف من الامور دي ولكن انا قبل المبراء كان انا الحمد لله كنت قاعد مع ناس يعني لو قلت لك اساميهم ناس بيعشاؤوا حاجة اسمها كرة القول وبيعشاؤوا حاجة اسمها نادي الاهل تمام يمكن الحاج جمال الجرحي والدكتور حسن مصطفى اه طبعا والدكتور طريق يوشي والمناسبة الحاجة جمال الجرحي يقول ما احنا عادية مسك السبحة والله العظيمة بطول المتش ما اللي يسبح سبحانا عملت نطط طبعا حل كل الاهلاء حلنا كلنا والله العظيمة اللي ادركت انه وداني السبحة دي دي قال لي خد بقى السبحة دي رخدتها خلاص السبحة معاي ما كنت عايزة جلبها معاي والله بطول ما انا كتبت له ع الصمع بتاعتي يقولوا السبحة دي هي سر المكسب النهاردة طبعا الحاجة جمال الجرحي انت عارف هو من عشاق النادي الاهلي هو محبي النادي الاهلي من سنين طويلة يعني فدي كانت حالتنا واحنا بنتفرج وبنشاهد المباراة الأجواء الشوط الأولانة وسامة خلينا نتفق ان ما كانش فيه كورة من الطرفين من الطرفين واللي ناجح في ده هم هم عايزين يشدوك للحتة دي عايزين يأثروا عليك بالسلب بضغط الجماهير وضغط من الحكم وضغط من اللعيبة تشدك ولدرجة ان فيه بعض اللعيبة عندنا اتوتروا بس الحمد لله بقى تحصل بكل ريو سمشوت التانية ردت الفعل بتاعت اللعيبة في الملعب الهدوء ايه وبالذات بعد ما الملعب كله بقى مليان الضخام بتاع الشماريخ بدأت اللعيبة لو خدت بالك بقى دي خبرة اللعيبة النادي الاهلي ولسه شوط الأولاني ما خلص بدأ الهدوء بتاع اللعيبة بدأت اللعيبة تهدى شوية حقيقة كان فيه فعالات ما قلناش شايفين الهدوء ده في الشوط الأولاني ده حقيق الشوط التانية ممكن كله هنا بقى بيبان دور المدير الفني الهدوء شخصيته عملية التحفيز بتاعته هتم ازاي عملية الدعم بتاعته للعيبة ايه التعليمات الجديدة اللي هتوجيها للعيبة عشان تهديهم فعلا نزل الشوط تانية اهدى جدا درجة انت لو خدت بقى لك الكورنار اللي احنا احرزنا منه هدف كان فيه قبلها كام تمريره تمريره كتير جدا عملية التدوير ومسلسات نزلت بدأ اه افشة بتحسوا ان هو بقى مركز ستة بدأنا نستحوز بدأ فيه عملية التدوير بشكل كويس في اللاعبين كلهم في أرض الملعب بدأت عملية استحواز انتشار هدوء بدور الكورة يمين شمال وبهدى عشان ابدأ اجس نبض الفرقة واعمل عملية عادة سرقة للعيبة والحمد لله قدرنا نحرز يجينا كورنار واحرزنا منه الهدف يعني